السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطمة ومن شاء الله في وصفة جديدة نحضر معكم ان شاء الله كنور اولا مكعب المراق في الكوكوس في طريقة اللي مبسطة وكذلك بمكونات اللي بساطين اقتصاديين ومن قبل لما ابدو الفيديو كما العادة منساش تبعوني ولايك ديلكم باش تجعوني كذلك تقول مراكة تشوفوني فمنساش تشاركوه في القناة تفعلوا جرس بجائما تصلوا بجهد ديالي وانده بلما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركتي الله بالنسبة للمكونات ديال الوصفة ديال اليوم فغانحتاجه هنا يا ربطة ديال المعدنوس او البقدونس ربطة صغيرة مهم الربطة العادي اللي كاتتباع حاولتها كيانقيتها مزيان ذك الربع اللي كيكون فيها او للأعشاب اللي كيكونوا خايبين وخصلتها مزيان كذلك غانحتاجه هنا يا ربطة ديال الكرافص صراحة بالنسبة للربطة ديال الكرافص كتكون صغار من الربطة ديال المعدنوس انا شريتهم يعني عادي ربطة ربطة لو بغيتوا كي تديروا قد الكرافص قد المعدنوس ماشي مشكل غير هو بالنسبة للقصبار اللي اللحته معايا فكندير كيمية قليلة درت نصف الكيمية ديال المعدنوس ضفتها قصبار القصبار ما تكتروش منه اما الكرافص المعدنوس واخت كتروه منه هنا اللحته معايا فغانحاولها كيانقطع هاد الربع مزيان كيانحاولو كيانقطعوه غير بشكلة اشوائي يعني ماشي ضرورة كي تديرو هرقيق ولا شي حاجة هنا يا لبغيتونتو مفضل الوصفة هادية عاوض ما تديرو الكرافص رقيق بحال اللي درت انا يا طرى يمكن لكم تديرو مثلا الناس اللي صراحة ساكنين برا لمغرب او في الدول الاوروبية فكيانقاو ذاك القلة او العروق ديال الكرافص يمكن لكم تستعملوهم كتلقاو الجذور يعني كيخلعوه من الارض كتلقاو كيادير بحال بحال بطاعة طايم كلكم تستعملوه توا كيجيزوين ومهم كتديرو الكرافص اللي توفر عندكم نيرا لاحظوا معايا فحتاجت كذلك اللبصلة الخضرة حاولتها كيا يعني حيت لذك الذكر القشور ديالة اللي كيكونوا خايبين وخليت كذلك واحد شوية من ذاك الخضورية الى ما بغيتوش تديرو البصلة الخضرة ما تديروهاش او للا ما توفرتش عندكم وما كانش الوقت ديالة سهي يعني ما بغيتوش تديروها ما تديروهاش او وضوها غير بالبصلة العادية ماشي مشكلة هناي انا صراحة حيت البصلة ده بالخضرة موجودة درت البصلة الخضرة وكذلك غاندير حتى البصلة هادي العادية غاندير منها غير حبة وحدة الى درتو مسلا غير البصلة الحمرة بوحدة حولوا كياديرو جوجي الحبات يكونوا كبارين ديال البصلة الحمرة لما هاتشي لما بغيتوش تديرو البصلة الخضارية. ومن هنا اللي لحتوا معي فكذلك الوسطى ديالي كنحاول كيان قطعها اه بشكل عشوائي. وغندوزو ان شاء الله الباقي المكونات دائما الحاجة اللي كنقطعها كنحاول كيان ديالة فوحة الاناء. وغنحتاج كذلك لسا ديال حبات ديال الجزر او اللي خزو. عمر الافضل حاولوها كيان تسعملو شي نوع اللي يكون زوين يعني يكون خزو كيازوين. ويكون ما فيش القلب زاف. وكذلك ما يكونش القلب ديالو خضار من الداخل. المهم سعملو خزو موسكا يعني اذا كيكون حلو. انا يغلحتو معايا فكنحاول هكا ايام. نقشر خزو ديالي. ومباشرة ان شاء الله غندوز النضفو. وكندوزو نقطعوه بشكل عشوائي. كنقطعوه على شكل دائري. مهم انا هنا يا غنقطعوه. در ثلاثة ديال الحباس وقطعتهم في دقة. لا قز. مهم معنينة. صراحة ضغير ضغير كتسر بي. مني كتسقطعها في دقة ضغير ضغير كتسر بغير هو الموس خصو يكون ماضي. اهنا يغلحتو معايا. بعد ما قطعت خزو فغا نحتاج كذلك استدية الفصوص ديال تو مطرية كنحاولوها كيان قشروها. ومن بعد دك ساعات كندوزو ونقطعوها رقيقة. وماشي مشكل وخا خليوها غير فصوص غير هو حاولو تحيدو لها القشر ديالها. كما قلت لكم دائما المكوين اللي كان قطعوه. كان حاولا كيان ديرو حداي. باش كيان ما كان ساحت حاجة. وهنا يا مبعد مسالية المكوينة ديالي كاملين فمباشرة غنحتاج هنا الواحد الكوكوس او لطنجر الضاط كنوضع فيها جميع المكوينات. وهاتشكل هدايا وغنضيف كذلك وحطريف ديال الجاج بخيط ديال الجاج بما اننا ان شاء الله غنحضرو كنور. كنور بنكها ديال الجاج فذك شاعد اشترنا شوية ديال الجاج. يمكن لكم مسلا ديروه بنكها ديال لحم ديروه شوية ديال لحم او للملج ديال البقريتة. وصراحة كيجيزوين بزاف. هنا غنضيف ملعقة صغيرة من ليبزار معلقة صغيرة ديال وملعقة صغيرة ونصف من الكوركم. كذلك غنضيف ملعقة صغيرة من بودرة التوم. وخضرنا التومة العادية كنديرو البودرة ديال التوم. وغنضيف هنا ملعقة صغيرة ونصف من الكاري. الى ما توفرش عندكم الكاري. حاولو هكا اياه جميع المكونات اللي كيبانو لكم هني على الشاشة. فهدا العلبة ديال الكاري ديرو منهم اربع معلقة صغيرة من كل مكوين. الحلبال هي الواحد واحدة سنيوان صغير ديال ديال القرنفل وديرو ذاكي المكونات كاملين اربعة معلقة صغيرة اربعة معلقة صغيرة هنا يراحتوا معايا فاضفت اقل من نصف كأس زيت من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الملح وكذلك كأس ديال الماء وكنحاولو كي نحركو الخاليد ديال نمزيان ومباشرة كنوضعوه على النار على النار اللي كتكون مهيلة وكنخليوه حاكي يطيب على خطرو النار تكون مهيلة بشاكي ما تحرقش معاكم. لاحظوا معايا من بعد ما طابوا جميع المكونات كي خرجنا كي واحد شوية ديال الماراق حيث الخطرة كي اطلاق الماراق كنزيد شوية الصرعة ديال البوطة وكمقا كي نحرك حتى كي يولي لي الخاليد معا لك وما كي يبقى فيه حتى شي قطرة ديال الماء. ذاك ساعة كان هز الجاج ديالي وكنحاولو كي ينفرت اسمنو نحاولو نحاولو نحايد له العظام نحضو معايا بالنسبة لهد الخاليد هذا ما فيه شوية قطرة ماء ضروري ما تخليو الخاليد ديالكم حتى يتماسكو مزيان وما يبقاش فيه السوائل فوق النار. لاحظو معايا بعد ما طحنتو فباش نزيدو نعزو المداق ديال كنور فكنحاولو كي نديرو جوج ديال الحبات ديال كنور واحدة منكها ديال الجاج واحدة منكها ديال الخضار. واحدة معلقة صغيرة ديال السمن وكنرجع الخاليد ديالي فوق النار وكنحاولو كي نحرك الخاليد ديالي مزيان ونخليه يزيد ينشف من ذك السوائل اللي فيه. يعني بعد ما نشف وتعلق فمباشرة كان نجيبوه وكنوضعو كي فوق واحد الورق ديال الطبخ وكنصرحو. لاحظو معايا القوام دياله كيفاش كيكون كيكون القوام دياله تقيل. دروري ما يكون القوام دياله تقيل يعني باش يولي لكم القوام دياله تقيل خذكم تخلي واحدة كي نشف يعني مزيان من ما فوق النار. يعني كنحاولو كي نصرحو نصرحو مزيان سباتيلا او بمعالقة. وبعد كنغطيه بالبلسطيك الغذائي كندخلو لمجميدة لمدة ستتسوية حتى كيتمسك مزيان وكيولي يعني هاد كنور قاسة ذك ساعات كنحيدو ملئنة ومباشرة كندوز نقطع ولا لاحطو معايا فانا علمته يعني رشدت وكيا علمت المربعات بعد ذك ساعات كنقطع. هنا يا كنحاول ندير وكيا في العلب يعني ديال الاليمينيوم كنديرك واحد طريف ديال ورق ديال الطبخ واحد طريف ديال الاليمينيوم ومن بعد كنهز طريف بطريف وكنغلف. بشك يعني كيجيني شكيل دياله بحال كنور وحتمني كنجين طيب كنمقا كيه كنخرج وحده وكنطيب بيها يعني بحالي كنطيب بكنور تماما او لا بدامت البنة. اه في حالة سأنكو ما كيعكزتو كل مربع دياله وكيا الاليمينيوم دياله بوحده كتحاولو كيجيب وحد الاناء يكون يعني ديال المجمد وكتهرسو في هاد المربع ديال الكنور ومن بعد كتغطيو هاد كنور كامل وكتديروه في المجمد فيما كتحتاجوه كتخرجو وحده وكتطيبو بيها وكترجعوه المجمد لان دي داروهوري ما تحتفظو بيه في المجمد كيبقى متلج بشكي مني كتحتاجوه كتخرجوه وكتطيبو بيه لاحظو معي ما كنديروها كيف لما يعني كيدو بكل سهولة صراحة كيجي رائع جدا لمدق ديالو كيجي لديد بزاف كيجيب حالك نور سماما